موضوعنا اليوم عن كلمة كثيرا تأمل هذه الآية وانظر أين وردت فيها كلمة كثيرة أعوذ بالله من الشيطار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تأمل يا أخي في هذه الآية وانظر إلى كلمة كثيرا هناك صفة واحدة وردت محا كلمة كثيرا فلم يقل سبحانه المتصدقين كثيرا ولا الصائمين كثيرا لكنه قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعندما وصل الله نبيه زكريا عليه السلام قال فلا يا عوذ بالله من الشيطار رجيم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ولم يالله موسى عليه السلام كان مدركا لحقيقة هذا الكنز فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا لم يقل نسبحك ونذكرك فقط بل وصفها بالكثرة فالذكر الكثير من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى وقد أمرنا الله كما في الآية أن نذكره كثيرا وأن نسبحه بكرة وأصيلا وعلى العكس فأن من صفات المنافقينهم لا يذكرون الله إلا قليلا وحتى حين لقاء العدو في الحرب أمر الله بكثرة الذكر لا تحتاج وضوء ولا اتجاه لقبله ولا مال ولا جهد ولا وقت محدد ولا حتى بذل وعطاء ولكن تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى وكثرة الذكر دليل على كثرة فلاح فمن ذكر الله أحبه ومن أحبه الله وفقه وهده واذكر ربك كثيرا الذكر عبادة يغفل عنها الكثيرون التي لا تحتاج سواء إلى الصدق مع الله عز وجل واستحضار عظمته سبحانه وتكبيره وتقديسه وتعظيمه بما يليق بجلالته أذكروا الله من أنواع الذكر الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله سبحان الله والحمد لله لكي يطمئن قلبك عليك بذكر الله سبحانه وتعالى لو لا ذكر الرحمن لما تترواحنا أهما سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة